اشتركوا في القناة وعدد من افراد العائلة المالكة في ماليزيا وقد رحب سعادة الدكتور وليد خليف المانع سفير مملكة البحرين لدى ماليزيا بالحضور معربا عن اعتزازه بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي تمثل علامة فارقة في تاريخ البحرين مضيفا انه خلال السنوات الخمس والعشرين الماضي قاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعى مملكة البحرين برؤية حكيمة عززت قيم التسامح والتعايش الإنساني والأخوة مما رسخ التواصل والتضامن بين الأمم منوها بأن هذه القيم متأصلة في هوية البحرين ونهجها في التعامل مع العالم وتطرق سعادة السفير إلى العلاقة القوية التي تربط مملكة البحرين وماليزيا منذ عام 1974 مشيدا بالروابط المتينة والقيم المشتركة بين البلدين والتزامهما بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعكس تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر